السلام عليكم اتمنى كل شي يكون بخير ولا خير مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله الفيديو هذا غد يكون متكامل في هزينة رمضان وفي نفس الوقت بوغرام ديال العبادة جديدة ان شاء الله في رمضان بغيت ان شاء الله في هذا العواشر هذا انتمنى لكم ان شاء الله الرزق وربي يفتح لكم ابواب الخير كاملة مع ارتفاع الاسعار الناس كلها كتعاني اللي يفرجها على الجميع غد نعطيكم واحد دعاء انتمنى انكم تقولوه بشكل يومي باش ان شاء الله يفتح لكم ابواب الرزق والخير يا ربي واللي عنده ورقة يسيلوه يكتبوه باش يحفظوه ويدوم عليه كل نهار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله وان كان في الارض فأخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا فيسره وان كان قليلا فكثره وان كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم يا مثبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيبة الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب فرجها عن كل من ضاق به الحال السلام عليكم وبركة وعشركم ان شاء الله هذا الفيديو هذا سيكون فيه الشكل النهائي للذكر الرمضاني وكن قبل بغيت نسولكم واش موجودين ريوزكم الرمضان واش بديتوا الاستعدادات الحقيقية ما اللي كنتكلم عن الاستعدادات الحقيقية ما كنتكلمش عن الشلو شباكية والمرايوات والتقديات والتخنال كان دوي على الاستعداد الحقيقي من شاء الله هذا الفيديو سيكون متكامل أول حاجة سننوريكم الدكور الرمضاني وثاني حاجة سنتكلم لكم على ما هو البرنامج اللي ان شاء الله موجودة هذا العام لرمضان وكنتمنى ان شاء الله انه ما يفوت رمضان حتى نكون حققته كامل لكي نربح من شاء الله التوابل لهذا الشهر العظيم فكيف قلت لكم انا من قبل غلط كبير غلط كبير كيديروه الاغلبية للناس انا ما غادش نتكلم عن العالم كامل وانا ما غادش نتكلم عن ذلك شلي كنشوف انا في بلادي وهو الجانب الشكلي لرمضان كل شيء مستنبه ولكن المضمون ما كان بلادي ماذا كي يصلي كي يصوم فقط هذا الشيء الذي يده في رمضان يعني كنت تكلم على العبادة وكنت تكلم على الجوهر ولكن من غير هذا الشيء ما يدير كي يخملو كي يصبنو كي يشلو معن جداد تقديا بالحدافير دياله بابسط التفاصيل ولكن الاساسي الاساسي من رمضان ما كانش وللأسف هذه الفكرة خصت تبدل اول حاجة خاصة الانسان يدخل رمضان يدخل بواحد بنية لأنه خاصته يصلح من نفسه ان شاء الله اليوم سأعطيكم البرنامج ان شاء الله الذي دينا في هذا الرمضان وكان تمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقني وانا نخرجه كاملين من هذا الشهر باكبر عدد بمكن من الحسنات ان شاء الله مغفرة للدنوك ان شاء الله اجمل شيء نقدر نعيشه في رمضان هو يكون واحد تكامل نخمل ديورنا ننقيهم ندير دكورة زوينة تجعلنا نحس اكثر بجمالية الرمضان نتقدر حويجة زوين اللي نول ولداتنا يعني قاعدك شيء زوين مرتبط باللمسة رمضانية ولكن ده بغد ندخل الجوهر الاساسي اللي خاص يكون قبل من اي حاجة نية 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 زوينة اللي خاص تكون عند اي انسان مسلم يلا ده بغد نخليكم مع البرنامج ان شاء الله اللي غد ينبدأ به نية 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 بزاف الحويج بغي ندره ان شاء الله في هذا شهر الكريم وان شبال الله صحيح وفق الان وكان واحد حاجة اللي كان جاهد فيها نفسي اللي مقدر ما استطعت شي صراحة فوق منطقتي فوق منطقتي وظهر عدم كان نحاول منها سمعت واحد القصة الرسول صحابة واحد درجة عالية من الجنة وانا كنجاهد نفسي وانا سنحاول نحاول حسنا صلاة ان شاء الله اليوم سنتكلم لكم عنها ان شاء الله خطوة بخطوة اول حاجة للبنات هو القرآن القرآن كل عام نختم شهر هذا العام سنحاول نختم جمعات موافقة ختمة مرة هذا العام سنحاول أن نختم جمعات صراحة قصحة صراحة وانا دمنا ربي يستطيع هذه القضية أنا كنت سأختم منيشا بأي ممكن يقبل رمضان ساعة الحمد الله ختمته قبل فأدب أنا يا غاد يوقف ان شاء الله نقول على الأقر قد نختم ختمات أو ختمة ونص المهم الله يسهل هذه أول حاجة ثاني حاجة صلاة الوقت أنا للأسف وحريصة على الصلاة بثاف ولكن لأسف بعد مرات ما نصلي في الوقت خاصة العصر العصر ما نكون في الخدمة بعد مرات نصلي في الخدمة بعد مرات نجد يجي الدار ومن الذي يجي الدار غير ندخل بشبيا يؤدي المغرب فنحاول في رمضان لا يكون هذه المشكلة لأنه نخرج بكريمة الخدمة ولكن هذه المشكلة سألات سنحاول أنني نصلي في الوقت الحاجة الثانية هي مسألة كنت تكرتها في الفيديو الفيت اللي قد يدل تصدق صدق الإنسان من اللي يخرج كل اللي يخرج غشط اللي يتبقى عنده وإنما الله صحر يريد أن نصدق من ما نبغي من ما نبغي لأولاد والذي اللي اللي نبغي يعني ربك يريد أن نصدق بأحسن ما عندنا وإحنا خطأ كبير صراحة هذا غلط ليس مشكلة الحاجة لنستخدمها ونعطوها نصدقها في سبيل لكن هل يمكن الناس الذين تجيليها ولكن لكي تحس أنك فعلا فعلا تعطي الله صحيح وعلى حقه وقدره هو أن تعطي مما أحبب فهذه مسألة هذه حتي نكون حريصة عليها إن شاء الله في رمضان النوافيل والصلاة بالزيادة يعني نحاول وياريت لو أننا نستطيع أن هذه الركعات التي نزيد من نور رسلتنا ياريت لو أننا نستطيع أن ندوم عليها حتى بعد رمضان للأسف لا نستطيع أن نستطيع بعض مرات أنها حل دفاف لكي نصلي العشاء فمن بعد العشاء يشفع ويشفع نزيد ركعات نستطيع ثم نستطيع ويشفع ولكن لا تقرأ أنها تكون فقا مزيلي اليومي بقى ما قدرش أنني نلتزم لها للأسف من الاستغفار والحوقلة أنا في الورد اليومي اللي عندي كنت دائما يعني يعني كل يوم يعني أستغفر الله مثل الاستغفار والحوقلة كنت ممية مرة يعني 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 بزاف هم بزاف عندي في الورد عندي بزاف نقوم مية مرة يعني كنت نوزم على بالنية الصحة وبالنية للشفاء وبالنية للإستغفار وفردون بنكثرة يعني لها احنا من الأمور التي نطمن أنفسنا نقول الحمد لله لا نقوم بكبائر يعني لا نسرق لا نسحر لا نسحر مثلا لا نزدنا بعدين عليها يعني كثير الأمور التي نقوم بكبائر الكبائر نقول أننا نقوم بكبائر فهذا مسألة تطمننا نصرع أنني نسمع الموسيقى وعرفة فيها الان كنت نفرج في أفلام كنت في مسلسلات ونحن ربك أمرنا بغد المصر فهذا الأبطال رأي فيه الرجال وخايا لما نرى في النية الخيبة ونحن نكونون من دامج مع قصة ولكن في حد ذاته كتفرجوا وكتشوف فيها الدنوب يعني غير باش من انهم تتكذبوا على ريوثنا وهذا فالمهم كيف قلت لكم بالنياة الاستغفار للدنوب والصحة لنا وولاداتنا حاجة اخرى تانية إسعاد الإنسان شوفوا ما اقول لكم انك تدخل السعادة والسرعة في واحد فمشي بالضرراء كان الناس المحتاجين للفقارة وكان الناس اللي مشي فقارة يعني مثلاً كيدي الناس يعرفهم لقدرة املادية مزيانة ولكن يعيشون الواحدة مثلاً والدي اولادهم وخدامة في قصة قواني قاسة طغير وحدهم فلأني ادخلت لك شي حاجة في يدك ودخلت فرح هذا الشخص او مثلاً ناس المرادين في السبيطار انا كتدر شي حاجة في يدك ودخلت دور واحد اثناء وخاما كتتعرفوش انا كتمنى ليه شي فهذه امور زبين لدخله في انك تسعد قلب انسان فانا ينساء الله سنحاول كل جمعة نفكر الفكرة كيف ندخل الفرحة والسرور الشي واحد او اني نخرج بسان صدق رسيطة كل جمعة احتهاية بالنية الصحة والستر والرزق انا رب يباركنا في رزقنا ويباركنا في مما اتانا ان شاء الله ثاني من البرنامج الي عندي انه سنزور الناس عزازين عليها بزاف وهذه نعرض على هذوك الناس اللي عزازين عليها بزاف كده الناس اللي يدرون مجاملات فرمضان يعني مثلاً ما هو غير صباب سنعرض في الفلان غير صباب نعرض على الفلان انا صراحة انا ما كنعرض على الناس من الصباب انا كنعرض على الناس اللي كنبغيهم بصدق وكان مشي عند الناس اللي كنبغيهم بصدق يعني ما كنجاملش انسان اللي ما كنبغيش ومعنديش معاه ما كنبغيش عندهم وما كنعرضش عليه ايش عندي فان شاء الله عواله غادي نعيط الافطار صديقة مقربات عزاز عليها بزاف واكيد عندي واحد لوسي والاخدر زوجي لي اشان يقول لكم من اعز ناس القلبي هو الاخدر الكبير اللي عايش معي في نفس الدينه فصراحة عزيز عليك كان حسبي بحلش اخ كبير لي انا او اب فهذاك من اكثر ناسي كان فرح منك ايجو عندي كان فرح بزاف الدخلة منك يدخل عدنا لطارب حلا ما اعرف عشنو صراحة مع الاصطور بالمطالع بياه فالمهم غادي ان شاء الله نعرض على الناس باش نفرحهم واش خالي نقول لكم بذلك النية ديال عفدك ذلك الحب في الله يعني يالك من السبعين الاف على مأعساق اللي كيدلهم الله يوم ما لا ضل الى دلوه مئتاني تحب في الله فهذا الناس اللي احنا كنبغوهم فالله فبغي ذلك العلاقات تقول ان شاء الله فرمضر غنعيط عليهم وعيطو لي وناخد ابتيكا ودوها كاش حجز بي ونعطيها ليهم باش انا ندخل فرحة في قلوهم فالمهم هدوا بعض الحويجات اللي انا معولة عليهم ان شاء الله بغن ندخلهم في رمضان فانتمنى ان شاء الله اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة يا ربي وان شاء الله ولي ذاتتهم غنكون حارسة انهم يحفظوا بعض الصور القرآنية وهذا شيء ما تهم مهم ده بغن نوريكم الدكور اسمحوا لي اطورت عليكم كل اللي بغن يدخل ليش في غير الدكور با عنده شغال درش الاخر ولكن صراحة انا من النوع اللي يعجبني التوازن كان اهتم بالدكور بالتقدية بكل شيء ولكن الجانب الديني انا عندي هو الجانب الاساسي هالدكورات ولا بالعكس كل شيء اللي كنت تفرحني اكتر وتخليني نحس بالاجواء الرمضانية وحتى ولادي باش نقدسوا هاد المناسبات ديالنا الدينية اول حاجة الابنات غادي نحيد هالدكوراسيون اللي ديراه هنا فهذا فقط الكونسول هنا كيف قلت لكم انا في الفيديو الفيت هاد ديراه فوس ديالطر وهادو عنده معلقة بالعمرة الدكورات وتصور ديال الزوج ديالي وواليدية مالكانو في العمرة فانا لانا هادكرة زوينة بزاف وكتفرحو انا خليت هادشي كامل هنا باش بقادي باديك الدكرة زوينة في البال ديالو ومده بغن نحيد هادشي غادي نحضب الزينات للرمضان هنا يوم ومساء الله من بعد رمضان را غا نعود نحيدكش للرمضان نرد هادو هادو من الدكورات اللي ما كان نحيده مش نهائيا لانو صراحة مميزين مميزين بمعنى الكلمة البرناس سوف نكمل معكم الزينات للرمضان وفي نفس الوقت سوف نتكلم معكم في الموفيد كيف حنا كامل كنا نستعده الشهر كريم فأردنا كامله ندخله بواحد نفس الزوين وبواحد نية دي الإصلاح النفس يعني باش نشألنا إن شاء الله نكونوا من الحسن إلى الأحسن وكنا كان ديروا الأخطاء وكل الناس خطائين وخيرون خطائين توابين أنا قلت لكم قبيلة بأنه واحد مسألة كان جاهد فيها نفسي مؤخرا وخبق علاقة فيها شوية صعوبة ولكن كان حاول أنا كان شفت مؤخرا واحد الفيديو دي السيرة دي الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أطرت فيها بزاف أطرت فيها بزاف وخلتني أخديت قرار بأنه خاصني واحد لعيب كبير فيه خاصني نحيده هو والله يكون في العون يعني الحاجة اللي كتكون في الداخل ديالنا بعد مرات صعيب صعيب أننا كانش يحويج لي ما كان قدرش كتكون مسيطرة علينا ما كان قدرش أننا نتغلبوا عليا ولكن إن شاء الله غادي نحاول بديت ولكن بقى ما قدرتش بقى فعلا ما قدرتش الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو صحابة في المسجد كان هو صحابة في المسجد وهو يقول لهم السيد اللي غادي يدخل دابا را من أهل الجنة فصحابة داروا لقى واحد السيد يدخل ومئيسا عادي إيسا باسيب الغد ليه تاني نفس شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الرجل اللي غادي يدخل دابا المسجد را من أهل الجنة ميلي دوروا لي وصمقه نفس الشخص اللي كان كيدوي عليه من قبل غادي ندير واحد البوز غادي نقول لكم هنا ياعلى هد المصاحف اللي حاطهم هنا يا رادي ما كنقولها لكم هدو كنت جبتوا فشكت أنا فلعهم را جبتوا معايا من مكة هايا مكتبة في وقف الله تعالى هذا جبتوا معي من مكة هذا كنت قرأ في القرآن دائما في رمضان وهو الظربية كان صليفتي جبتها معايا من مكة وهذا كنت جبته معايا من المدينة هذا يكتب المسجد الحرام كان جبته معايا من المدينة المنورة أنا ما كان قراش فيه لأنه هو دي الألبانية ولكن مهم جبته يبقى عندي تذكر وكان حطه هنا كان تفكر ذاك الأجواء اللي دوزتها في العمر اللي لا يحرمنا يا ربي اللي لا يحرمنا كانت من نمشي مرة أخرى وكما كراش يكون معايا زوجي ووليدي يبزوج فالمرة اللي ولا مشت أنا والأب ديالي وما كراش هاد المرة يكون معايا راجلي وولدتي واحدة والدي يالله يجيبنا الرزق صراحة الحالي الإمكانية بشو كاملين مكيناش ونتمنى رب يفتح علينا إن شاء الله ما عرفنا من هنا نغضى أشبه ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ممكن يجيش رزق لي ما يكونش في البي الله أعلم انتمنا وخير إن شاء الله والله رزقنا وإياكم إن شاء الله بغير حساب مهم شوفوا الزيناة لرمضان وفي نفس الوقت نكمل معاكم القصة درسل صلى الله عليه وسلم فالمهم الثلاثة يمتابعة هو نفس المسألة كيقول لهم رجل غيدخل دابا المسجد رمي أهل جنة فواحد صحابي بغير يعرف هادك صحابي هادك صحابي هادك صيد قشنو كيدير باش يكون من أهل جنة خصوصاًا الصحابة من الناس اللي كيدرون خير بزاف والعبادة ومعامره ما قال لهم نفس الشي يعني هادك صحابي بحلا بقى فيهم الحال زي ما اعلاجهما ما قالش انا كنتماركم من المباشرين في الجنة من الجنة زي ما المباشرين بالجنة فالمهم واحد فيهم خدا قرار انه غدي تبع داكسيد ويعرفوا اشنو كيدير وشنو المميز اللي خلاه من أهل جنة فاخدا واحد القرار دق على داكسيد فدارو وقالوا أنا راني عابر سبيل بغيت نقلس عندك شيامات بينما زي ما بما ديبانيت على راسي وبينما بما لقيت زعمت تقضي الأمور ديالي ولقى في النقلس قال لي السيد مرحبا هو بغي بتعددك السيد باش يعرف اشنو كيدير بغي يعرف شنو عبادة اللي كيدير باش شو ميقتدوا بي لأنهم حتموا كي طمحوا أنهم يكونوا من الأهل جنة فالسيد قلس عنده ثلث يام السيد عادي كيصلي عادي كي يكون عادي عنده العبادة ديالتو عادية يعني حتمل قيم الليل ما كيقومش الليل بوحد شكل زي ما نقوله أنه كيضل الليل كامل هو كي هو كيصلي وكيقى قرآن يعني سلوه تيقرب لفجرة إذا كي ينوت كيتوضى وكيمشي للمسجد كيصلي فالسيد استغرب قال لي بها السيد عبادة عادية عالجت السيد عبادة عادية عالجت السيد عبادة أهل جنة احنا كنديرو كتر منه زي ما احنا كنصدقوه كنديرو أمور أكثر من هاتش بكتير فعليش حنيا ماشي من أهل جنة فده الثلاث يام شكر السيد على الاستضافة ديالو وقال له أنا رخصني دا ما يمشي في حالي فقال له شوف قال له أنا صارحك أنا رماشي كنت عبر سبيل ولا محتاج لهذا أنا رمان صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وصارحك تبغيت نعرف علاش أنت من أهل جنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الثلاث يام تابعة بأنك أنت رك من أهل جنة وجيت لعندك باش نعرف عشنو السيد فرح بزدف قال له أنا فعلا من أهل جنة فرح بزدف قال له أنا أنا فعلا ما عارفش عشنو كندير قال له كيف شيل أنا عيسا عادي كنصلي ما كن إيدي حيد داخل سوق راسي كنذكر الله وكنحمد الله يعني ما فالأخر زيت الحيرة ديالو قال له صافي بغا يمشي في حاله وقال له حبس حبستنا أنا حاجة أحدا غادي نقولها لك بأنني يوميا من اللي كنعس ما كندعي على حد كنبت في الليل وأنا كنشهد الله سبحانه وتعالى بأنني مسامح أي إنسان في الدنيا داني أنا إنسان متسامح ما كنهز في قلبي لغضب ولا ضغينة ولا أي مشاعر خيبة لأي واحد يعني أنا إنسان متصالح مع نفسي وأي واحد داني خليته من الله الممأنراني ما كن إديش ومسامح وهذا هو بيت القصيد الله سبحانه وتعالى بغانا إحنا كم مسلمين نكون قلوبنا نقية طاهرة صافية ما نكره حد ما نبغيوش حاجة خيبة لحد ما نحزده حد وهي درجة لأنا دي الإيمان اللي ما قدرش نصال لها أنا من نوع اللي الحمد لله من واحد ناحية ما كنحسدش مع مضي ما حسدش واحد على اللي شي نعم أعطها له الله حيث كان آمن بالعدل الإلهية وكان آمن بأن رب يفرق على الأرزاق بعدل كل واحد واخد ناصيبه في الدنيا ومن المستحيل أنا رب يعطيك كل شي رب يعطيك حاجة وما كيعطيكش حاجة أخرى والحمد لله أنا فرحانة بدكش اللي أعطاني ربي وفرحانة احتم قناعاتي وبالريدة اللي أنا عايشة فيه ولكن المشكلة للي أنا أني حقودة أنا من نوع اللي ما كنسامحش أي شخص داعني وقهرني وبكاني وضلمني أنا كن يعني إنسان اللي تعدع لي كنبقى في كل الصلاة كندعي عليه فيه ما كنتفكره كندعي عليه ولو أنه يتنمع الحال ويجي يطلب مني يسمحه ما كنقبلش الاعتدار لليه ما كنسامحوش يعني صافي قلبي كيكحل من جهته ما كنردش الإساء أبو الإساء ناديرا فاش كنرد الإساء أبو الإساء ولكن صافي كندير واحد للحد ودك شخص صافي كننفر منه كنكرهه وصافي ما كنسامحوش وأنا دبا كنحاول نجاهد نفسي أن هاد هاد المسألة نحيدها ونتمنى أنا وما يخرج رمضان هتنسامح أي واحد